ناقش رئيس هيئة الدواء مع عدد من ممثل شركات ومصانع الدواء الصغيرة والمتوسطة بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواء وخلال اللقاء ناقش رئيس هيئة الدواء سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها ودعمها للاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العملية الانتجية مع استمرار العمالة لإنتاج المستحضرات للصيدلية والحيوية وكذلك سبل تشجيع وزيادة التصدير كما نقش اللقاء سبل توطين الصناعة بما يسهم في تحسين القوى التنافسية للمنتج المصرية وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد